السلام عليكم الإخوان حيكم الله معكم أخذيكم علي بيريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم الحدث والخبر العاجل غاد نربطوه بقضية الصحراء المغربية والبوليزاري والجزائر وقبل الدخول في الموضوع نقول لكم عبارة نعرفوها حين المغاربة حق المعرفة وهي طريق الكامرانات كهلة بلشك كاملين اسمعتوا بالخبر العاجل وهو سقوط طائرة الرئيس الإيراني هيلوكومتر إبراهيم رئيسي واللي سقطت في محافظة الدربجان الشرقية عم طائرة الرئيس الإيراني سقطت ومصير الرئيس الإيراني ما معروفش لحد اللحظة ما معروفش وش مات وش تقتل شنو هي الأسباب الحقيقية وراء سقوط طائرة الرئيس الإيراني لمن غد توجه أسبوع الاتهام هل للولايات المتحدة الأمريكية هل لإسرائيل هل لأدربيجان نفس اللي كان فيها زيارة اليوم واللي قالوا على أنه دشن أحد السدود المشتركة بين إيران وأدربيجان عم الأخبار لحد اللحظة كشقول على أنه الرئيس أو طائرة الرئيس الإيراني هذه المروحية نزلت إضطراريا في أحد الغابات في محافظة أدربيجان الشرقية لحد اللحظة جاري البحث عن طائرة الرئيس وهل الرئيس الإيراني مازال حي ولكن كيبقى السؤال المطروح بن وراء سقوط طائرة الرئيس الإيراني وهل سقوط طائرة الرئيس الإيراني إضطراري أم فعل فاعل ونحطه بعين الاعتبار على أنه الرئيس الإيراني كان في موكب رئاسي في ثلاث طائرات طائرة الرئيس الإيراني اللي كان فيها كذلك وزير خارجيته حسين أمير عبد الهيان وطائرتين أخريتين كان فيها وفود من وزراء ومسؤولين إيرانيين هذه الطائرتين الإيرانيتين أخريتين اللي كان حابلين عليهم مسؤولين وزراء إيرانيين ووصلوا بسلام فقط طائرة الرئيس الإيراني اللي فقدوا الاتصال بها السؤال المطروح هل هذه الأحوال الجوية فقط أطرت على طائرة الرئيس وحده علش ما أطرتش على الطائرتين الأخريتين هل الولايات المتحدة الأمريكية أم إسرائيل أم أدربيجان وراء هذا الحادث هل تم اغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهنا من تكلمه على أدربيجان راه دولة مجاورة لإيران وعلاقتها مع إيران ليست على ما يرام راه أدربيجان عنده علاقة بإسرائيل راه أدربيجان عنده علاقة بين ولايات المتحدة الأمريكية حقوا بعيد الاعتبار على العلاقات المتوترة بين البلدين خصوصا بعد الهجوم المسلح على صفارة أدربيجان في طهران سنة 2023 ونحقوا بعيد الاعتبار للعلاقات الدبلوماسية بين أدربيجان وإسرائيل واللي إسرائيل في عيون إيران عدو لدود الطهران والرئيس الإيراني وحتى لحلفاء إيران نمشو علاقة إيران بالجزائر والبلوزاريو الجزائر دائما كتفتخر بعلاقتها مع إيران وفعلا الجزائريين كيشوفوا على أنه إيران حليف لهم وصديقة لهم وإحنا كاملين كنعرفوا دور إيران في تخريب منطقتنا المغاربية والعربية وكاملين عارفين على أنه لإيران يد في تسليح البولوزاريو ونعرفوا كذلك على أنه بريهمات غالي مؤخرا تهجم على الإمارات لماذا؟ لأنه إمارات على اقتمع إيران ليس على ما يرام هذا إعداء وهجوم بريهمات غالي أو تهجم بريهمات غالي على الإمارات فقط لكسب ود وتعاطف وتحالف الإيرانيين نتكلموا كذلك على أنه الرئيس الإيراني كان في زيارة مؤخرا للجزائر وحضر اجتماع خاص بالدول المصدر للغاز كذلك نتكلموا على دخول الرئيس الإيراني إلى ما يصطل عليه مشجد الزائر الكبير وصلى صلاواته مع أهل السنة فتخيلوا الشيعة كي يصلوا مع السنة تكلموا كذلك على البولوزاريو اللي عندنا قبل السنة من الآن أنه عاد توفر على طائرات درونات عارية من صنع إيران تكلموا كذلك على تقارير وتسريبات تفيد وتؤكد تواجد عناصر إيرانية في مخيمة تندوف من أجل تدريب عناصر البولوزاريو وتكلموا كذلك على زيارة وفود عسكرية جزائرية وأخرى من البولوزاريو لإيران من أجل التدرب على أسلحة صلع إيراني على رأسها طائرات درونات الانتحارية الإيرانية وتكلموا كذلك مرارة وتكرارا أئمة البولوزاريو من ما يصطلع عليه مساجد مخيمات تندوف اللي يعرفوا ويمدحوا الشيعة ودور الشيعة في العالم الإسلامي وبالتالي انتشار التشيع في الجزائر وفي مخيمات تندوف وكذلك في بعض المراطق في الشمال المالي الأزوان نسمعوا بعد التسريبات الصوتية أحيكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم ملحبو سهل كل وطن وشاهدة سكي صباحكم أنا بعمل مسلم لكم كاملين النصر والاستغلال إن شاء الله وتيسير الله يستطحنا وحالكم إن شاء الله يا غير بعد رايجين اللي إن شاء الله النصر وتيسير إن شاء الله وعند الحوثيين وعند الجماعات قاعدة ما يشي حوثيين ما لها قاعدة دم وخالية خيمتها والعالم ما ما ترى بها وهي ما ما ترى بالعالم والمتحدة ما ما ترى بها الجابة الشعبية تحديد الساقية الحمراء دي ذهب عندها ممثل وجنف وما ترى بها العالم وعندها قاضية قالت تصويت استعمار وعندها مبعوث وما يخلقش ما قال الجابة حق بعد قالت السلام حق بعد والجابة ما قد نكسر له شي عنهم عملية الإرهاب بالله تساعد الإرهاب بالله جنوب فريغة مالها دولة عظمة اما لم ترى بالجابة الشعبية اي هو جنوب فريغة هي خوة رائمية سايبة خائق اللي سامع الله فريغة شكعنا الله من الدول الفريغية لا جنوب فريغة حتى هي كانت كيز جابة الشعبية تكافح في وطنها وساعدتها الجبهة الجبهة هالي اللي فياسر من الناس دائرها قريلة هلها هي ساعدت جنوب فريغة قال جنوب فريغة يدريك ساعدتونا بالقليل سأساعدكم بالكثير لاني جنوب فريغة رئيسا كان سبع عشرين سنة محبوس ومنوني ننطلس ومستقل الجنوب فريغة وعلى جنوب فريغة دولة وفيها الدمغراطية بدأوا هما يرجعوا للدول لمساعدتها كي قال منضيلا انا جبرة اللي الجزائر فانا عنه الحرب منتع الجبه الشعبية ما عندها اي مشكلة في العالم ولا هي منظمة ارهابية تملك بعطيان مسيئة منين المشكل يقول ما نعطيهم الارهاب ولا نعدي بهم الارهاب والان تنقبل طائرة من طائراتي ولا السلاح من المرقم ينقبل عن مدة ثانية اهه هذه تنقبل الحوثيين مدة خطيرة وفي الجماعة الثانية خطيرة الحوثيين قاع ماشا نمشي وما عندهم الطائرة المستروية خبط الرياض قاع العاصمة السعودية خبطوها نحن مدة حال بمليجر قضيتنا عادلة ومليف مجلس لمن وواضح الوايتها وتوفر لا توضيح وما لهذا الخبر اللي ادريك انا قاع مان اكدو فيه الشي منصور كتابات قد اي رقاش يكتب ذاك البالح اللي عمر منصور قد حد يجد عليه لانو اعضاء المانو قد قد صنت له سيهاني للكتابات وغض لا هي بعد يظهر من الشي احنا بعد هول من عارفين شي نعرفه عن بعد اللي دافع اللي قابض الجهاد في بل رسول الله لا الشعر وشوي من السنة ما نعرف كم ها بعد اللي قابض الجهاد ومحامي القدس وحامي ارض المعراج الاصراء والمعراج لا الشعر وذي اللي يعاون فلسطين لا الشعر وذي اللي يعاون المقاومة لا الشعر وذي اللي ما خلي ما خلي سوريا تنصف من بلدها لا الشعر وذي اللي ما خلي اللبنان يحتل لا الشعر وذي اللي ما خلي فلسطين تبتلع على الشيعة وذا ما خل القدس يبتلع على الشيعة هذا بعد هذا بعد الزر من السنة هذا بعد الجانب من السنة قطع عنه وقامت به الشيعة جانب الجهات وجانب حماية القدس وحماية مقدسات الإسلام هذا شاهد به التاريخ المثلة الثانية هذا اللي يقول عن السنة والشيعة والتخرميز وكذا وذوك ما هم ألم اللي هم ألك إيش حاسن علي ما حايز لي ولا يلطي نقارف منابرنا ولا يلطي الشيء عنه يكون شيء طيب وشيء زين إحنا ما نحرقه حده لنرحمه ومن كفره فعليه كفره حد أعمل شيء تعدل كل نفسه بما كسبت رهينته الأمور واضحة والتولس واضحة والكتاب واضح والقرآن واضح والحديث واضح وكل شيء واضح من شاء أمن ومن شاء كفر ما يعنيني ما نعيب حد ولا نمكن حد ما نداخل حد معه في أقبر ولا قد يلي فيه يباتي ما نداخل مع حد في أقبر وهذا ما يعنينا ولا أننا مش هادين أخبار ولا عندنا فيه اسم ومن عدوا له نتكلم عن السنة والشيعة نحن فرحانين بالرسالة فرحانين بالرسالة محمد ما هو بوحد منا ما هو بوحد منا اللي معظم عندنا محمد ومكبر عندنا محمد رسول الله ومفخر عندنا محمد وفرحنا بإخلاقة رسول الله ننسول عليه الرسالة الرسالة اللي شبيهها محمد القرآن القرآن تعظيمنا الرسول الله تعظيمنا القرآن تعظيمنا الرسالة هذا يلت حد يفصله أنا ما أنا عبده هو شخص ما أنا عابدين حد لأنه معظمينه هو كشخص معظمينه باللي عظموا به مولانا ومكبرينه باللي كبروا به مولانا ومبجلينه باللي بجلوا به مولانا وفرحانين بخلاقته باللي جاء فيها مولانا من البشرة صبح ولا صنام ما تكسرين النجوم تبدل منازلتهم النار فارسة صبح طافية يعني ما خارج شي ما تقير ليلة خلاقة محمد رسول الله إلينا حتى الشياطين وحتى هالسما وهالترافات نوعان طرشي ما كان خالق نخل شي الكون كامل اتقير ليلة خلاقة محمد رسول الله وفهم الكون كامل وفهمنا نخليك شي ما كان خالق ما لطحدي ينكروا أخوتي هربيكم تغيروا من روسكم تحسدوا روسكم ولا أنه مسمينوا عيد ولا أنه مسمينوا عبادة مسمينوا نهار فضيل وش هار فضيل كيف فضل عندنا ليل 27 ليلة القدر اللي قال ملانا عنها خير من الف شهر تنسب الملائكة والروح فيها بيذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر أي ليلة عظيمة كذلك خلاقة محمد رسول الله ليلة عظيمة ولا يعيد حتى يفصل بين العيد والعظامة الفضل الليلة فضيلة خلاقة محمد رسول الله فضيلة كبرها ملانا وهدي يعطيها ملانا للبشرية جمعة يلتتفرح بها وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلى رحمة العالمين احنا فرحانين برحمة العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هاي الرحمة احنا فرحانين بها هاي بيكون تحسننا نحتفلوا برحمة ولانا خطبهم ونك فعلا